السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن كيف تعرفين أنك حامل من الصرة يمكن أن تحدث بعض التغيرات في الصرة أثناء فترة الحمل ولكن لكي نجيب على سؤالك كيف أعرف أني حامل من الصرة يجب أن نخبرك أنه لا توجد طريقة علمية مؤكدة لتأكيد حدوث الحمل عن طريق الصرة هناك فقط بعض الطرق القديمة التي كانت تقوم بها بعض النساء للكشف عن الحمل في منطقة الصرة ولكن دون وجود أي إثبات علمي على حقيقة ذلك فكانت تستلق المرأة على ظهرها ويكون شخص آخر بالكشف عن منطقة الصرة بوسطة اليدين حيث يتم الدق على الصرة وعند سماع صوت أجوف يعني ذلك عدم حدوث الحمل أما عند سماع صوت مكتوم يكون ذلك يعني أنه هناك حمل ثانيا ما هي تغيرات شكل الصرة أثناء الحمل في العادة ما تظهر التغيرات في الصرة لدى النساء الحوامل في الصلث الثاني من الحمل بالأشهر من 3 ل 6 من الحمل عندما يستمر الراحم في التوسع حيث يدفع البطن إلى الأمام وبالتالي تندفع الصرة إلى الأمام قد تشهر بعض النساء بالألم في منطقة الصرة ربما بسبب وجود الصرة في أرق جزء من جذر البطن وقد يؤد الضغط الزائد على الصرة إلى الإصابة الحكة وعدم الراحة ويمكن أن تصبح الصرة مسطحة مع توسع المعدة مع نمو الطفل فيصبح مسطحا ومجدودا على الجلد ويؤدي زيادة الوزن وتغير الأعضاء إلى تمدد الجلد والعضلات حول البطن مما يسبب انفصال العضلة المستقيمة البطنية إلى نصفين مما قد يسبب ألم الصرة وتعود الصرة لوضعها الطبيعي نسبيا بعد بضعة أشهر من الولادة في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم يلي تدعموا بلايك وكومنت وشاركوا في الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ